الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد فيسروا إخوانكم في مركز نور على الدرب الترحيب بكم في اللقاء الشهري ونستضيف الدكتور هيثم محمد سرحان ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان المناهي اللفظية فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه لا وفلا مظل له ومن يظلل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أنه محمدا عبد رسوله أحمد الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بأخواني في هذه البلد المباركة وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة أولا يا أخواننا أنا لست بأفضلكم لكن أريد أن أتذاكر معكم أمور مهمة جدا السلفية أخواننا اتباع طريقة السلف ليست فقط في الاعتقاد لا بد تظهر على السلوك النبي صلى الله عليه وسلم حمل حمى التوحيد لم يحمي التوحيد فقط حمى حمى التوحيد في العقيدة في المعتقد وفي الأقوال وفي الأفعال في الأفعال نهى عن الشرك الطواف بالقبور اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وفي الأقوال سد الطريق قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق استغاثة حكم هذه الاستغاثة جائزة حي حاضر قادر يعتقد أنه سبب أغلق الباب قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله هو شئد ما شاء الله شئد شرك أصغر أكبر أصغر قال أجعلتني لله ندّا أجعلتني لله ندّا شرك أكبر احتج علي بالشرك الأكبر وهو شرك أصغر بل ما شاء الله كان الأصل أن يقول له بل ما شاء الله ثم شئد سنتكلم عن هذه النقطة أنت سلفي لا تتكلم بما يتكلم به العوام يعني بعض الناس يقول الآن هذه المسألة جائزة جائزة عند العامي أما أنت طالب علم سلفي على طريقة السلف لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة تحقق التوحيد حتى في الألفاظ في الحديث أبو طالب قال له النبي سعسر قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أبى أن يقول الراوي ما استطاع أن ينطق بالشرك ما استطاع مع أن نحاك الكفر ليس بكافر لكن هذه العقيدة السلفية في الألفاظ لا يستطيع يتكلم ما استطاع أن يحكي كلام هذا الكافر ماذا قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يحقق التوحيد حتى في الألفاظ الأصل يقول قال أنا على كذا ما استطاع ما استطاع يرجع بالكفر على نفسه مع أن نحاك الكفر ليس بك هذه العقيدة السلفية فلا أتي واحد بعد الدرس يناقش يقول لا فلان قال يجوز نعم يجوز عند العامة أما أنت طالب علم سلفي متبع لطريقة السلف تحقق التوحيد في الألفاظ عندي طبيب كان يعالجني في دولة من الدول وجئت سلبت عليه بعد أن انتهينا من العلاج وعلى يعني عادة هذه البلد في البلد هذه عندهم لفظة تقال عنده الشكر عند نهاية قلت له رحمة السلام عليكم غضب تعرف أنا الآن لو أتكلم مع الشيخ باللغة الكويتية يفرح هذا غضب لأنه قلت له رحمة قال أنت جئت إلى هذه البلاد داعي لله تعلمنا ماذا نقول إذا أردنا أن نشكر مسلم تقول لي رحمة رحمة هذه يقولها عندي العوام أقولها أنا أما أنت تقول رحمة خطأ قلت إخوانا الطريقة السلفية الآن عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله أرفع رجلي لو سمعنا صحيح البخاري صحيح البخاري بماذا سات أمور منها الإخلاص كذا انتقى نصوص الفاظ الكتاب والسنة شيخ الإسلام كتب شيخ الإسلام جميع كتب شيخ الإسلام هو فيها راد لا مردود عليه بماذا ينتقل نصوص يتكلب قال من غير تحريف ولا تعطيل غير تكيف ولا تمثيل لماذا قال تمثيل ولم يقل تشبيه قال هذا الذي جاء في القرآن فأنت تنتقل ألفاظ الشرعية السلفية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سلفي تكون على هذا دخلت علينا بعض الألفاظ من الصوفية من المبتدعة من المشركين من الكفار نعم يخي أنت الآن داعي إلى الدعوة السلفية شئت أم أبيت صح هي نعم فلماذا تقولي صباح النور صباح النور إيش صباح النور هذه المانوية يقول أنه النور هو يخلق الخير فعندما تقولي صباح النور كأنه اللي يأتي بالخير هو النور طب طب ماذا أقول الصباح الخير خطأ أيضا عندهم عند بعض العلماء قال لا تقول صباحكم الله بالخيرات بالخير في التحية السلام عليكم من الناس من يقول سلام عليكم خطأ السلام عليكم هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام تسلم يعني ما تأتي خاصة الآن يعني التكلم بغير العربية أخواننا لغة كل مسلم كل مسلم هي اللغة العربية هذه اللغة في الغالب نحن ضيعنا هذه اللغة و يفتخر البعض خاصة يعني حاصة عندنا بغير حاجة هذا غير محتاج أن أتكلم معي باللغة الإنجليزية لماذا يقول يقول لي good morning لماذا لماذا يقول oh my god لماذا يقول thank you مثلا أوكي اشو كي فهذا الذي يتكلم معك يقول يا أخي أنا مسلم أنا لغتي اللغة العربية عند الضرورة أنا أستطيع بفضل الله أتكلم مع هذا باللغة الإنجليزية لكن لا حاجة الآن أن أتكلم باللغة الإنجليزية لماذا أتكلم شيخ حمد الأنصاري رحمه الله يقول جاء أنا المستعمر الفرنسي في مالي وقالوا اصنعوا ما شئتم أنشئوا المدارس ندفع لكم أموال نبني لكم بنايات درسوا العقيدة درسوا القرآن درسوا كل شيء بشرط واحد تتعلموا اللغة الفرنسية يقول أفتى العلماء عندنا أن الذي يتعلم اللغة الفرنسية كافر كافر استغرب أنت الشيخ حمد قال أنا طالب وهذا فبهت ومن العلماء ما استطعت أن أصنع شيء هاجرت كان كل الخير في طاعة للعلماء في غير معصية الله كيف كفر كل ما يؤدي إلى كفر فهو الكفر فقالوا الآن تتعلم اللغة الفرنسية تتأثر الآن في هذه الأزمنة عندنا الروايات يا سلام يا حبيبي قال قرر الروايات رواية مدرمين الملحد ورواية الكافر وفيها أعوذ بالله ماذا نستفيد من الروايات طيب يا أخي أليس في الكتاب والسنية كفاية؟ الشباب الآن الشباب الآن يحدثوني وإحنا نمشي في الطريق عن الأناشيد الأغاني أناشيد أغاني لا شيء لا فرغ لماذا تعتاد على سماع هذه الكلمات؟ حب الكتاب وحب ألحان الغينة في قلب عبد ليس يجتمعاني برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغينة فعشنا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعاشوا على دندن دندن ماذا فيها؟ هل فيها كلام طيب؟ إذا فيها كلام طيب وشيء من النظم يقوله لا إشكال في هذا أما ليس فيها إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن إن للإسلام صرح كل ما فيه حسن لا تسل من بناه إنه البن حسن كيف يكون هذا؟ هذا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنشيد منظومات لأشكال الأسماء غيروها علينا كيف غيروا الأسماء؟ والله غيروا أسماءنا أحب الأسماء إلى الله من يعرف؟ الكل يعرف عبد الله عبد الرحمن صح؟ ما يسمي عبد الله عبد الرحمن ما أحد يسمي عبد الله عبد الرحمن الأب يتعب ويذبح عقيقة صح ويسميه عبد الله والناس تناديه عبودي عبادي عبده صح وعبد الرحمن دحمي دحم وجيه المهم محمد قال لا حمادة حمام حمودي ميمو اش ميمو هذي يخواننا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتضيه عبد الله عبد الرحمن ما ترتضيها قال لا يسميه عبد المطلب لماذا هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لا هل أقر بهذه التسمية لا هذا نسب عرف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير هذا قال أنا النبي له كذبا ابن عبد المطلب لكن ما سمى أحد بهذا ثم أنت الآن تختار بين اسم يحبه الله واسم مختلف فيه تأخذ اسم يحبه الله سبحانه وتعالى إذن لماذا ننادي بعض الأولاد الآن حمودي وعبادي وعبودي وميمو وحمام إخواننا إشكال في الأسماء عندنا كبير جدا حتى أدخل عند العرب عندنا إشكال أيضا العرب ما يذمه غير العجب غير العرب وهذا ما يذم هذا الحضر والبدو عندنا مشكلة أيضا في الكويت وفي السعودية وفي كل مكان لا هذه جاهلية فخر بالإحساب والطعن في الأنساء إشكال أيضا قال من قبيلة من وكذا وانت حضري وانت بدوي حتى بين أخواننا السلفين ما يمكن يكون هذا ممكن تعرف بنفسك لا إشكال حتى كثرة السؤال من هي عنها أو لا نهينا عن كثرة السؤال نعم أو لا يا أخواننا طب لماذا يسألك هذا من وين أنت وما تجيت وكما رصيدك في البنك ما علاقتك أنت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومتت سافر ومفين نزلت وفي أي فندق وتعشيت وتغديت ما لك علاقة يا أخوان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والله لو تركنا ما لا يعنينا سعيدنا في عالم من علماء موريتانيا هذا لا يستطيع أن يكلم أحد إلا في الدرس أو في الصلاة أو في الذكر لأنه لديه ورد يومي مراجعة فما يتكلم بكلام الدنيا أبدا حصل انقلاب قبل خمس سنوات في موريتانيا لطالع السياسة لأنه حصل انقلاب على رئيس موريتانيا فالمؤذن قال اليوم الإمام يتكلم معي مشكلة في الدولة انقلاب فقال للإمام يا شيخ حصل اليوم انقلاب على رئيس موريتانيا لم يلتفت إليه لماذا؟ لو التفت إليه وتكلم مع المؤذن ضاعت هذه الدقائق ضاعت الدقائق اختل البرنامج ما التفت إليه يقول المؤذن بعد قرابة سنتين سنتين وجد الإمام في هذا اليوم فسحة فراغ ممكن نس دقيقة قال بسرعة بسرعة قل من الذي حصل على انقلاب قال ياخي روح خليك في ذكرك احسن لك والله لو بقينا واشتغلنا بما ينفعنا خير لنا اش عندك ياخي اسأله ما الربك ما دينك ما النبيك صح ما ياركان الإسلام مجالسنا لابد ان تكون مجالس سلفية النطق ما تنطق كما ان الكلام منه ما هو مذموم السكوت منه ما هو مذموم صح ام لا هذا مذموم وهذا مذموم فليقل خيرا او ليصمت لكن احيانا يكون الكلام واجب عوف بن مالك رضي الله عنه عندما سمع السب والاستهزاء قال ما رأينا مثل قرائنا قال كذبت ولكنك منافق اذا هنا وجبا يتكلم اذا كما انه احيانا الكلام محرم كذلك الصمت احيانا يكون محرم يسمع وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم وحي يسب ربك يسب النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئوا بالدينة الاسلامية تسكت يرسلك رسائل الان من يرسل لنا رسائل فيها سبهم المؤمنين عائشة وقل انظر ماذا قال الخبيث في ام المؤمنين طب هل ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في امك والله ما تستطيع ترسلها لكن في ام المؤمنين لا اشكال وبعدين قال نحبهم والمؤمنين كذاب هذه والله ما طريقة السلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرون كيف اليوم نسمع ونقرأ لأهل البدع كيف لماذا وتجد بعض الطلاب العلم سلفي مع كتب مبتدعة قال متهوكون النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال هذا أدرى الناس بهؤلاء طيب شيخ الإسلام ما يعرف هذا فأخواننا مسائل نحققها لا يأتينا طالب ويقول لا فلان من العلماء قال كذا قال يصح نقول صباح النور ما فيش كال نية طيبة نقول لفظك غير صحيح الآن الحلف يحلث بالشرف يحلث بالذمة بالأمانة برس أمي حياتي وحياتك وثربة أمي وشيبتي وفي رقبتي وفي لحيتي وفي شواربي وبالعون بالعون إله وإحنا لا ندري والله إله وإحنا لا ندري أترك الجوال أشخي بعض الناس هدان الله وإياه يدخل الكلام إلى أماكن وهذه الأماكن كانت لا تعرف هذه الكلمات مثل بلعون مثلا عندنا الأسماء عندنا التعبيد ما يكون إلي لله عبد الحسين عبد النبي عبد السيد عبد كذا ما يمكن عبد السيد إذا يقصد الله سبحانه وتعالى السيد الله تبارك وتعالى نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام قال له رجل قال له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتوهموا فيه السيادة التي لا تكون إلي لله الذي كمل في سؤددي كمل في ربوبية في ألوهية في أسماء وصفاتي ولهذا عندنا العوام إذا قلت له يا سيد قال سيدك مولاك عامي وبعض أخواننا لو تقول له أنت سيد قل زك الله خير شكرا أسماء المركبة لا توجد عند العرب هل سمعتم يوم من الأيام أن أحد يقول عبد الله عمر الخطاب لا ما يوجد هذا أحد يقول هذا لا إش تقول عبد الله ابن عمر ابن الخطاب صح خالد ابن الوليد عثمان ابن عثان وإحنا شي اسمك؟ قال سعود ابن مفلح ابن صالح ابن كذا لا ما يقول بل سعود مفلح صالح خطأ عند العرب تقول محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب ابن هاشل نعم هكذا نعم هكذا ابن فأدخلوا للعرب أسماء من باب التبرق تصوف أي ولد عندهم يولد يسموه ماذا؟ محمد محمد سعيد محمد صالح محمد موسى محمد حسن محمد حسين كل الأولاد محمد محمد يحيى وفي دول أفريقيا يسمي الأولاد كل الأولاد محمد محمد أول محمد ثاني محمد ثالث محمد راء والله تحسل الأعلى كل محمد محمد أول بن محمد ثاني بن محمد ثالث بن محمد عاشر تضحكوا جاءتنا هذه الآن أسماء مركبة ولهذا منعت عندنا أسماء الحمد لله مركبة ما عندنا أسماء مركبة غلام علي غلام علي غلام علي غلام علي يعني عبد علي غلام علي معناها عبد علي السيدة البدوي السيدة الحسين السيدة التجاني السيدة زينب السيد معناه هذا يقوله محمد عبدالوهاب رحمه الله ليس أنا يقول معناه السيدة الحسين والسيدة التجاني يعني المقصود عند الحوائج من دون الله يعني شرك أكبر هذا اللفظ إذا قال السيد السيدة الحسين والسيدة زينب هذا يقوله محمد عبدالوهاب يقول يعني الذي يقصد عند الحوائج من دون الله سبحانه وتعالى يعني شرك أكبر وكم يقال السيدة الحسين والسيدة البدوي والسيدة التجاني والسيدة زينب وكذا نعم أمانة بعض الناس يقول لك إيش أمانة تقول له والله يا شيخ ما أستطيع قال أمانة عليك يعني حلف بغير الله واستغرب البعض وحتى قد يحكي بالبعض يقول فلان من الناس سرخ سمكة وأكلها وبقي أثر السمكة الشوك والرأس والذيل فجاء إليه قالوا يا أخي اتق الله تسرق السمكة؟ قال والله ما سرقت السمكة ولا أكلتها قالوا لا احلف بالتجاني قال لا التجاني ما استطيع أحلفه لا هذا يعظم التجاني أكثر من تعظيم الله هذا شرك أكبر هذا الحلف بغير الله شرك أكبر فأصروا عليهم يحلف بالتجاني فحلف بالتجاني أنه لم يأكل السمكة فخرجت السمكة من فيه الله أكبر اعتبر القصة باطلة لا شك باطلة اعتبر أن الشيطان لبس عليهم ورأس السمكة تخرج من فيه هذا معناه أن للتجاني ما ليس لله عندما حلف بالله ما حصل شيء حلف بالتجاني حصل هذا فأخوانا إنسان يحلف بغير الله نبهه وما يمكن نسكت نعلم الناس بطريقة بأسلوب تقول إذا تحلفني بالله أجلس وإذا تحلفني بالذمة بالعهد بالأمانة والله ما أجلس هذا حلف بغير الله حوبة فلان المهم يا أخوانا عندنا التطير لا نهاية له كثير جدا من يتطير وتشاف فلان والله نسيت الكلمة يا رجل يقول فلان شرارة فلان منحوس فلان نحس فلان أعوذ بالله إذا رأى فلان وقال أعوذ بالله قول أعوذ بالله تطير شرك أصغر هنا قول أعوذ بالله هنا شرك أصغر تطير خير يا طير شرك أصغر استبدأ نحن بوجه فلان شرك أصغر ويضع أرقام خاصة يعني مسميات خاصة زوجة وزارة الداخلية الأمن العام الشرطة النجدة نعم حتى ممكن يسميها أسماء غير عربية واحد كاتب كونن محقق يعني نحن نوشل هذه الأسماء الغربية أخوان نجيبونا كونن نجيبونا الأشياء هذه المهم المسلم ما يتطير من اللي يتطير المشرك المنافق المسلم دائما يتفال ما تتطير في القديم كانت العراق ملكية ذهب رجل من السعودية للعراق وبقي هناك أشهر ستة أشهر تقريبا ورجع عندما رجع للسعودية حصر انقلاب وقتل هذا الملك ومن معه فقال عندنا أحد الأمر لهذا الرجل قال أنت شؤم على العراق أنت شؤم مجرد ما رجعت انتهت العراق قال يا طويل العمر ارسلني على اليهود ارسلني على اليهود اقضى عليه مؤتي أمر ليس بيدي أمر كتب الله صح أم لا قال له لو أقضي أنا أقضي على الناس خلاص أذهب إلى اليهود هناك الدولة السهلية كان قضى عليه الأمير أيضا صحيح لكن هو قال لا ارسلني على اليهود أقضي عليه مؤتيك لا تحتاج إلى دبابات ولا صواريخ ولا شيء أمر بيد الله تأخذ بالأسباب لا مانع أما تتطير تتفاعل تطير تتشاهم من الناس من يتشاهم حتى بالقرآن وعلموا الأولاد عندنا الصغار حتى هذا علموهم التعويذات نعم تعلم التعويذات الشركية يتعلم يقول بحير يسافر أو لا يسافر إيش أصنعه الصغير أو يذهب للسوق يشتري هذه أو يشتري هذه إيش أصنعه معروف عند الصغار استقسام بالأزلام معروف هذا كثير عادي طبيعي جدا شرك هذا استقسام بالأزلام يقول عندنا حتى عندكم حادي بادي كرم زبادي شاله وحطه كله في هذه صح يسرع هذا بعدين بعض الناس قال لا قرعة يقول قرعة مو هنا أسافر أو لا أسافر أتزوج أو أتزوج هذا استقسام بالأزلام الذي كان عليها للجاهلية بعض الناس كل ما يولد له ولد يموت فإيش أصنع قال سميه اسم أكشر ما أكشر أكشر أي المهم يعني قال سميه والله أسمع المهم ألم لا أجبنا أسمع لأنه ممكن بعض الناس هو عنده هنا اسم فقال اسمه شلوة أي شلوة ما لها معنى ممكن اسم للشياطين هذا لماذا تسميه بهذا الاسم من حق الولد على الوالد أن يختار له اسم حسن قال لا أكشر عشان يعيش إذن هذا الاسم له علاقة بحياته أو وفاته لا فيسميه هذا الاسم مشكلة الأسباع عندنا مشكلة لأن كل إنسان له من اسمه نصيل يسمى عندنا أي واحد يأتي غير كويتي مثلي أنا جيت من السعودية اشتقل عني أجنبي 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 صح أجنبي لأن عندنا في المطار الأجانب والكويتين صح ولا لا حتى في السعودية تمام أجنبي ما معنى أجنبي الأجنبي هذه الكلمة خطأ لماذا حتى يساو بين اليهودي والنصران والمسلم هذا كله أجانب صح؟ أي نعم أي نعم إذن من أين لنا هذا المصطلح مصطلح أجنبي خطأ صح؟ خطأ أي نعم فيه عندنا كتاب في المدارس كل المدارس كتاب فيه الخرائط اسمه؟ أطلس أطلس هو الإله الذي يمسك الكرة الأرضية وإحنا نقول أطلس من أين جاءتنا أطلس؟ من الكفار حتى نقول أن الإله الذي يمسك يمسك الكرة الأرضية هو أطلس ليش ما نقول خرائط العالم؟ ليش ما نتكلم باللغة العربية؟ ليش نقول دوار عباد الشمس؟ كيف؟ قال عباد الشمس شو اللي عباد الشمس؟ قال الشجرة هذه هذه اسم عباد الشمس؟ يعني تعبد الشمس؟ قال ما أدري هكذا أنا سمعت الناس وليش أنت تقول عباد الشمس؟ تقول ليش المفروض؟ دوار الشمس بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات قوس قزح خطأ خطأ ما يمكن لا قوس قزح ولا أطلس ولا عباد الشمس ولا غيره من هذه الأشياء اللي تأتينا ما أدري من أين أتت التسمي بأسماء الطواة خرعون صحيح؟ قارون هامان المهم أنا ما أريد التكلم عن بعض الأسماء لأنه موجودة عندنا وبعض العلماء يقول لا لا تصح فهذه تراجع من كتاب الشيخ بكر رب الزيد رحمه الله تعالى أنت الآن تسمي الولد أو تسمي البنت سهام سهام واحدك فينا قال لا سهام والله أصدر نهاد ما يصح فتنة فتون يا رجل اتق الله كيف فتنة فتون ها؟ فتنة واحدة تكفي عندما يضعوا النساء هذه الأشياء اللي تضعوا على ظافر إيش يسموها؟ مناقير والله يسمونها على اسمها ليس بمنكر واحد هذه عشرة مناقير يمكن عشرين منكر صحيح هذا ما أقول أما يسموها فتون وفتنة هذا ما يصح المسلم لا يعترض على قضاء الله وقدره سب الدهر الزمن غدار يوم السود صح؟ أسود يوم في حياتي وملتقيت بك ولن أنسى هذا اليوم والله هذا يوم أعوذ بالله صح؟ أي نعم لا يمسح من التاريخ هذا يقول يسب الدهر يسب الريح يسب الدواب يسب الدواب دواب يسب الدواب واليوم بعض الناس يسب الداب بال لأنها تغيرتها الآن نعم عندنا السيارة يسب اللعن حدث ولا حرج أنا أسأل الشباب الآن في الطريق قالوا عندنا اللعن حدث ولا حرج المسلم ليس باللعان نبّي أخواننا تنبّي نفسك تنبّي غيرك تنبّي أخوانك ما هي صحة اللعن كيف تلعن؟ اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله كيف تلعنه؟ هذا الآن إحنا لن نتكلم عن هذه الألفاظ السب والشتم هذه معروفة والله أعلم لكن يعني لابد أن نعلم الناس ننكر يا خطر كلا ولا خطر كلا ضع عندك ضع عندك إزاك الله خير التسمي أيضا قاضي القضاء ملك الملوك حاكم الحكام شاهان شاه هذه الألقاب محتاجة للصحابة رضو الله عليهم عندنا عندما حصل النقص في بعض المتأخرين أراد يرفع هذا النقص بماذا؟ بالألقاب يقول الدكتور ومحي الدين ونور الدين محي الدين ابن عربي مميت الدين النووي يقال عنه النووي محي الدين يقول لا أجعل في حل النووي يقول لا أجعل في حل من لقبني بمحي الدين يقول ما سامح إلى يوم القيامة أنا اسمي يحيا مفق قال لا أخواننا ما أرادوا هذه الألقاب السلف ما أرادوا حتى العلماء عندنا ما أرادوا هذه الألقاب والله فضيلة الشيخ العالم العلامة لماذا؟ الحاج عندنا الآن صح؟ ها؟ يا أخ سمعت يومي من الأيام الحاج أبو بكر الصديق؟ سمعت؟ محتاجوا الحاج أما الآن الحاج فلان صح؟ وواحد كاتب والله رأيتنا في بعض الدول يكتب على البيت ولله على الناس يحجوا البيت وطيارة وصورة الكعبة ويكتب على البيت غير اللوحة الحاج فلان وتناديه يا حسن ما يرد عليك يا حسن ما يرد أو يزع يقول أنا أدفع خمسة وعشرين ألف وبعدين تناديني حسن أنا الحاج حسن شف كد؟ وواحد كتب الحاج خمسة الحاج خمسة حسن يعني خمس مرات حج إذا حججت بمال أصله وسحته فما حججت ولكن حجت العيل ما شاء الله وشئت الآن ذكرنا عندنا أعلى مرتبة تكون أنت عليها السلفي إذا قال لك إنسان ما شاء الله شئت تقول ما أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ما تقول له قل ما شاء الله ثم شئت خطأ خطأ عندك لأن ترشد كما أرشد النبي أعلى المنازل مفهوم؟ أي نعم جاء إليك إنسان هذا الشيخ إمام المسجد وقال والله يا شيخ تعبان مريض سوشت تعبان أولادي أدعو الله لي قال خلاص أبشر قال ليلة بإذن الله وألهمك عندي لا تعبد الله أنت أنت لا تدعو أنا أدعو عنك هذا معنى الكلام صحيح أو لا صوفيحنا جاء رجل للشيخ قال يا شيخ أدعو لي قال اسمع أنا أدعو لك وأنت تدعو لي كلا أنا مفتقر إلا إذا لديك مانع من إجابة الدعاء والله ما يستجاوح حتى تزيل هذا المانع وانت إيش عندك في حياتك عندك شرك عندك بدع ترك الصلاة لماذا ما تدعو الله أنت ليش أنا أعبد عنك وهذا رايح العمرة يوصيه كل قال ادعو ادعو لي وادعو لي حصلت واحد عندنا هناك في المسجد الأبوي حاط ورقة والله دعاء فلان دعاء فلان دعاء فلان والله متى انتهي أو الدفتر إذا ما نعلق الخلق بمن بالخلق نعلق الخلق بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي يموت حتى كرمكم الله الكلاب يقول الكلب هو اسم كلب أكرمكم الله ما يمكن أن تقول له كلب بالكلب ما يمكن لأن هذا القصد خطأ شوف إلى أين أحد السلف يقول يقول أنه قال كلمة وندم على هذا كيف يقول أنا أقول هذه الكلمة قال الناس بحاجة إلى المطر كيف يقول هذه الكلمة كأنه هو أرحم بهم من رب العالمين صح وهذا كثير عندنا يدخل بعض الناس على المريض مريض في المستشفى تكسرت السيارة وماتت الزوجة والأولاد ويدخل على ما يقول هو المسكين مسكين يعني مسكين يعني هذا أرحم به من الله وما تستاهل ما تستاهل يعني معترض على القضاء القدر كأنه يقول له أيضا أنت أعترض على القضاء قدر وما بلد حيلة ويش أصنع لك والله يا أخي لو أستطيع أصنع لك شيئا أنا أصنعت ويش أسوي أنت عارف الحكومة وعارف كذا وليش تعلق بالحكومة وليش تعلق بله أما طالب علم سلفي يحفظ كتاب التوحيد يدخل على مريض مبتلى قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس تهور إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقا رحمه الله هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يذكر بالله من يرد الله به خيرا يصب منه هذا السلفي تسمع الكلام تقول لا ما يمكن تقول مسكين وما يمكن تقول ما يستاهل وما باليد حيلة وقطعت قلبي والأمر ولو كان الأمر لي جعلت هذا وزيرها وقاف يا حبيبي ماذا علاقتك أنت من حسن الإسلام المرط تاكو ما لعني ليس لك علاقة المهم يا أخواننا لابد نراجع حسابات في الاعتقاد وفي العمل وفي القول يقول بعض السلب يقول جنبوا مجالسنا هذا بعض السلب جنبوا مجالسنا يعني المجالس السلفية جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم عيب طالب علم يتكلم في النسم الليلة لو كانت المحاضرة في النكاح كان انشراح الصدور ما شاء الله والكل صاحب ولا أحد يستعمل جوال ولا شي لا السلفي لا يتكلم في هذه المسائل في شهوة الفرج شهوة الفم أبد ابتعد عن هذا ابتعد عن القيل ابتعد عن القال نشر اليوم بعض الرسائل اللي فيها الشركة الأكبر فيها البدع أي رسالة يرسلها مجانا الآن الحالة 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 في الواتساب اسمها حالة؟ الحالة الحالة تعبر عن شخصية يعني حالته حالته أنه مع البعران يقولوا عندنا بعران صح؟ أبل المهم أبل يعني حالته وراء الدنيا صح؟ واحد حالته في القهوة واحد حالته في الشاي واحد حاط نكتة كل من أكثر من شيء عرف به اللي يكثر اللي يكثر من الضحك وقال عنه ضحاك يخي أنت حالتك سلفي يخي حط حالة أو ترك الحالة فارغة صح؟ نعم تحط طلي نكتة تحط طلي مقطع فيه موسيقى وعفوا والله يرسل لك المقطع يكتب لك عفوا المقطع فيه موسيقى طب عفوا هذه وين أصرفها؟ يعني هذا عفوا يعني يوم القيامة وحاسب على عفوا ما نفعتني بشيء صح؟ وواحد مرة رسل لي مقطع فيه مرأة سافرة فقلت له يا أخي اتق الله كيف ترسل لي مرأة سافرة؟ أنا بشر وعند الحب استطلاع صح؟ أي والله شخ قال يا أخي أنت المشايخ أنا فقط أرسلت للمشايخ قلت له مشايخ مهم بشر؟ ومن قال لك أنا من المشايخ أصلا؟ ترسل لي حظر أحسن طريقة في الواتس أب حط حظر وخلاص انتهينا والله ترتاح من بعض الناس وتجي للحالة يا رجل الحالة يمكن عشرين حالة وكلها لعب له ألهاكم التكاثر وأبغى سيارة واللي أبغى عروسة واللي كاتب لي كذا واللي كاتب لي كذا ما يصير إخواننا أنا أتكلم أنا لا أتكلم عن العوام أتكلم عن طلاب العلم إخواننا كيف تضعونا هذه الحالات؟ بعض الناس في الدعاء الدعاء عبادة أو عادة أخواننا والله عبادة إذن العبادة تقبل بماذا؟ إخلاص متابع لهذه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء؟ علمنا أولا أبوكرا الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي ما قال أنا أفضل خلق وعربي وعرف اللغة العربية وعالم وكذا صح؟ عائشة رضي الله عنه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول فابتدعوا لنا أدعية وتجيك في الجوال هذا دعاء فلان بن فلان العالم الفلاني قال به واللي ما ينشر هذا الدعاء يخسر وتحصل لحادث والتاج الخسر والمقاول طاحت العمائر طب هذا ما في كتاب اللام يعني ما حد قاله في كتاب اللام يقوله في دعاء فلان بن فلان وهذا يخاف ينشر عشرين شخص طب إيش الدعاء لعله خير يقول لعله خير كيف لعله خير لا أدري أو يقول الدعاء يقوله والله أنا نسي يقوله اجعلني عند باب الجنة باب الجنة يعني أنت تدعو تدعو من تدعو الكريم الملك صح تدعو الله وتقول يا رب بواب عند باب الجنة من علمك هذا من أين لكم هذا بواب عند باب الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فأسألوا الفردوس الأعلى من الجنة أنت تطلب الغلي أو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء كأن يقول هذا العمر قد يكون عظيم على الله أعوذ بالله هذا ما أعرف الله ولكني أسألك يعني أعطيني نص المصيلة كثير يدعو بهذا ولا لا إذن الدعاء عبادة أو عادة يا أخواننا علموني عبادة إذن لماذا لا ندعو بإدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء تريد زوجة أولاد سيارة عقار جنة تجد له أصل في الكتاب والجنة صح يا رجل دعاء واحد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني في مالي في بدني في زوجي في ولدي في الدنيا في الآخرة في القبر والله تبتع بحياتك كاملة لن تجد مثل هذا الدعاء أو اللهم إنك عفو توحيد تحب العفو توحيد فاعفو عني توحيد ثناء على الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنع الله بالنار حتى الآن عندنا إلحاد في أسماء الله يسمي الله بما لم يسمي به نفسه علة فاعلة ثالث ثلاثة وقادر اخترار هذا الأخ اسمه جمعة في اللغة أي لغة؟ في اللغة العربية إذا راح أمريكا إن شاء الله ما تروح إذا راح أمريكا إيش ينادو هناك؟ فريدي؟ لا ندو جمعة صح؟ وراح الصين جمعة؟ راح الهند؟ جمعة هذا اسمه جمعة في اللغة الإنجليزية في اللغة الفرنسية في اللغة الهندية في كل لغة أسماء الله كما هي الله في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية ما يمكن أن في اللغة الإنجليزية تغير اسم الله ممكن تشرح لا إشكال تشرح تقول الله معناه باللغة الإنجليزية أنا لا أعرف عب بلالان يقول الله معناه والمألوها المعبود محبة وتعظيم التبرك طلب البركة وعندنا بعض الناس يقول زارتنا البركة بركة ما تطلب الله من الله وتمسح بالبعض الأشخاص وقال بركاتك يا سيدنا الشيخ صح؟ بركة بركة من الله وعندنا الحجر الأسود حجر لا يظل ولا ينفع اخواننا كتاب تعب علي المؤلف الشيخ بكر بوزيد رحمه الله معجم المناهي اللفظية تأخذ الكتاب وتراجع ما فيه وتحاول تطبق تعلم ونشر في الحالة يا أخي ونشر تقول قال الشيخ بكر بوزيد في صفحة كذا في معجم المناهي اللفظية كذا بالصفحة أما تأخذ من فلان لا هذا ممكن ما نقل من بكر بوزيد رحمه الله ممكن نقل من فلان ابن علان والله أعلم من هو صح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد أسأل الله سبحانه وتعالى من الحق حقا وزغنا اتباع الباطل باطل وزغنا اجتنابه والله أعلم صلى الله عن نبيه محمد وعلى صحبه وسلم واسمحوا لي على التطاول عليكم جزاكم الله خير الله يبارك فيكم جزا الله الدكتور على ما قدم وأفاد ونستعدنه ببعض الأسئلة الأسئلة أعطيني هي أنا أشوف أول من كل كده أحسن خلي يغلقوا هذا التسجيل خلاص خلي اللقاء بدون تسجيل أحسن